حاولت جاهدة ان تجد لنفسها موطئ قدم في سوق الهاتف المحمول في مصر انها شركة مصرية للاتصالات التي باتت قابة قوسين او ادنى من الحصول على رخصة المشاغل المتكامل لتستطيع من خلالها تقديم كافة خدمات الاتصالات بعد ان ظلت منذ انشائها المشاغل الوحيد للهاتف الثابت في مصر غير ان الشركة المملكة للحكومة المصرية بنسبة 80% قد تصبح مضطرة للتخلي عن حصتها البالغة 45% في شركة فودافون مصر من اجل الحصول على رخصة المشاغل المتكامل والتي اتوقع ان تطرح مطلع عام 2014 ورغم ما تردد عن تقدم شركة الاتصالات السعودية بعرض لاستحواذ على حصة المصرية للاتصالات في فودافون الا ان الشركة بادرت لنفي هذه المعلومات مؤكدة انها لم تتلقى اي عرض بل ولم تتلقى اي اختار رسمي من الحكومة المصرية يلزمها بالتخلي عن حصتها في فودافون ولكن كثيرين يؤكدون ان طموح الشركة المصرية للاتصالات في تقديم كافة خدمات الاتصالات سيدفعها للتخلي عن حصة فودافون والتي تساهم بشكل اساسي في ارباح الشركة حيث تتوقع المصرية للاتصالات ان تعزز الرخصة الجديدة من اراداتها التي ارتفعت بنسبة 16% خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2013 فيما بلغت ارباحها الصافية مليارين واربعمائة مليون جنيه اعتبر البعض ان قيد اسهم الشركة في البورصة اواخر عام تسعة وتسعين كان بمثابة نقطة تحول في البورصة المصرية حيث تمكن السهم من جذب عدد كبير من المستثمرين وبخاصة الافراد بل وكان سببا رئيسا في تحويل انظار كثير من المصريين الى الاستثمار في البورصة حيث يبلغ رأس مال الشركة المصدر اكثر من 17 مليار جنيه موزعة على نحو مليار و700 مليون سهم بالقيمة اسمية تبلغ 10 جنيه لسهم الواحد فيما تبلغ القيمة السوقية لأسهمها في البورصة اكثر من 24 مليار جنيه